أهلا بكم من جديد سيدات والسادة وصلنا مع حضراتكم إلى هذه الفقرة الحوارية الرئيسة في صباح طيبة اليوم الخميس ويعني ستدور حوله ربما يعني لا صوت يعلو في الفتر الرهنة عن المشاركة على المشاركة السياسية وعلى هذا الدور المهم الدور المرتبط بالتوعية وأيضا تأهيل الشباب سياسيا وتدريبهم على كيفية التعامل مع المشهد السياسي بشكل عام التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية التعامل مع كل هذه الأمور التي بالفعل بتنعكس في النهاية بالإجابة على الوطن وبالتالي الوعي ثم الوعي ثم الوعي هو ما نسهدفه دائما في مثل هذه الحوارات مع ضيوفنا ضيفي هو الأستاذ عابر الشلالي عضو مجلس إدارة اتحاد النوبي ومسؤول العلاقات العامة في كيان شباب أهل مصر ونائب رئيس جمعية أبناء النوبة أهلا بك يا أستاذ عابر أهلا وسهلا محضرتك يعني خلينا نتكلم يعني يعني ما شاء الله عندك شوية تفاصيل كويسة كده يعني معضو مجلس إدارة ومسؤول العلاقات عامة في كيان شباب أهل مصر ونائب رئيس جمعية أعتقد العمل في المؤسسات المجتمع المدني أو العمل الأهلي بيدي لك خبرات في كيفية كمان تتعامل مع كل القضايا مش كده؟ آه تماما آه قل لي بقى في المشاركة السياسية بتشتغلوا انتوا كجمعيات على ده إزاي؟ بتعلموا الناس إيه؟ بتتكلموهم في إيه؟ يعني احنا كيان شباب أهل مصر خريجين أكاديميتك دورة استراتيجية ونقومي ودورة زمات وتفاوض برافو وتعلمنا أنا حاجات كتيرة منيهم فبنوعي الشباب كيف يتعاملوا ويشتغلوا في الشغل السياسي مع الدولة ونوعي الشباب أن يشتغلوا في بنوعيهم في الشغل العام يعني التحديات اللي الدولة بتواجهها تمام بتاعكم عام في ده؟ آه نحكي بقى ونحضر بنعمل ندوات تنمية بشرية في مراكز الشباب وروحنا برضو اشتغلنا في مبادرة ابدأ بنفسك احكي لي ايه المبادرة دي بقى؟ مبادرة ابدأ بنفسك دي لمكافحة المخدرات قام بيها الاستاذ عبد الفتاح عبد الحافز والدكتورة ولا سعد عرفة منصقة أسوان لمكافحة الاتمان والتعاطي نعم دي رحنا كذا مركز شباب وقرة وقعدنا مع الناس وفي حالات قعدنا معهم وبرضو بعتنا حالات للمصحات تعالجت هناك وعملنا طرق ابواب واشتغلنا شغل حلوة في القصة دي يعني في ناس استجابت وراحت وتعالجت؟ في ناس استجابت واشتغلت وسافرت وتعالجت ورجعت وفي ناس بتتعالج حاليا وده على حسابه ولا على حسابه؟ لا ده مجاني تبع صندوق مكافحة الاتمان ده ممتاز 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 ايه اشتغلت على ايه التاني مبادرة؟ واشتغلنا في السيول برضو كان اهل مصر في السيول عملنا لجنة ازامات دي برضو تعلمنا من اكاديمية ناصر ازاي بتعمل لجنة ازامات؟ عملنا لجنة ازامات فرصة يعني ايه اللي تعلمتوني؟ استفيد بيه نتعلمه كمان كان الاستاذ حسن عبد الحافظ كان ماسك اللينية دي فتعملنا مع مديريت الصحة والإدارة المحلية ومديريت التضامن طلعنا في كل القرى شفنا القرى البيوت اللي تهدمت فيها كتبنا الاسامي الناس دي اتعاملنا معاهم في مساعدات وصلناها للبيوت دي والاهالي برضو اللي كانوا وديناهم اتعاملنا مع المحافظة برضو وديناهم على طيف العلاجة في الشجج اللي الرئيس سمح بيها فاشتغلنا شغل حلو اغفرته بقى حاجات لمعيشة الناس البطاطين طبع البطاطين في منظمات مدنية بنك الطعام كانت توزع كاراتين مساعدات غزائية جميل والتاحية ماصر برضو كانت جايبة بطاطين وكلام ده كنا بنساعدهم طيب المشاركة السياسية الناس عشان تروح اي انتخابات اي سحقق انتخابي عشان يبقى عنده توعية يبقى واخد باله من اللي يدور في بلده ويبقى عارف كل هزي التفاصيل بتعملوا ايه معاهم بنوع الشباب الشاب بيكون السلبي يعني ايوه لازم الشاب يشترك في الانتخابات يروح الانتخابات وينتخب اي حد مش لازم انتخب حد بعينه حد بعينه ولا نقول له انتخب فلان او انتخب اي حد بس لازم يكون متحضر يطلع يروح ينتخب وده حق اصلي ليه للمواطن انه يروح انتخب اه وقعدنا معنا عملنا في جمعية جبرتقوق نعم برضو شباب اهل مصر اه ندوة عن المشاركة السياسية كما معنا النائب يسين عبد صبور اه والاستاذ عبد الفتاح حسن عبد حافظ تمام وفهمنا الشباب وعناه بالمشاركة السياسية في الانتخبات ممتاز 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 بيبقى في استجابة من الشباب تحس نسبة تتفاعل معكم والله هو فيه يعني بعض الناس فيه استجابة منهم اه وفيه البعض التاني اه بيقول انا انا مالي اه انا مالي فيه فيه كده وكده فيه كده وكده احنا بنروح اصلا عشان اللي بيقول وانا مالي بس حاليا المعظم اللي انا شايف يعني معظم الشباب بيشارك اه يعني شايف شباب كثير متطوعين في كذا كيان كيانات الشبابية جمعات خرجين جمعات متطوعين في الاحزاب حاليا فيه كذا شاب اه اعضاء في الاحزاب يعني كمان اصي ما ينفعش في انتخابات الرئاسية يقول وانا مالي يعني انتخابات الرئاسية ده حدث مهم جدا فاكيد بترسم بترسم شكل البلد في الفترة اللي جاية يعني من خلال سلطة وبعد يطلع سكل البلد ان الناس كلها سكل البلد حلو ودولة متحضرة اكيد طبعا صحيح طيب اهم حاجة ان كنت بتشتغلوا على فكرة ان يتخلى الشباب عن السلبية وده الاهم اه انه لازم يروح لازم يدلي بصوته ولازم يقول رأيه ده مهم جدا لا تمام وده جزء شكل من اشكال الديمقراطية بنعلمه ازاي يدلي بصوته وبالتالي ده كيف يمارس حقه الانتخابي وكيف يعبر عن موقفه ده مهم جدا انه هو لازم يروح سنديق الاختراع اكيد طبعا التوعية لازم البناء ادم يعبر عن حقه الانتخابي ويعبر عن موقفه اي حد عاوز يختار الناخب المرشح فلان المرشح اللان ينتخب اي حد بس لازم يروح صحيح لازم يروح الانتخابات ولازم يظهر هناك طيب المرأة دورها اي معاكم يا سيد عابر برضو المرأة اهم دور في دور المرأة المرأة هي تحشد بتوعي يعني شغال شغله حلو المرأة بالذات في المجتمع المدني في اسبعهم بالذات بتشارك معاكم في المبادرات بتشارك معاكم تؤاس السياسية المرأة بتشارك في كذا المبادر يعني المرأة الاستاذ الأولاق من ضمن ali السيدات مشاركة فعارة بالذات في مكافحة المخدرات والتعاطي ده مهم جدا احنا كمان عندنا يعني مفروض حتى فكرة الادلاء بصوته كمان لازم ندرب عليها ولادنا وبناتنا انه عشان صوته بيباعش صوت باطل عشان يختار اختيار سليم نوعيه نعرف التحديات اللي في البلد الازمات اللي بتواجهنا الظروف اللي بتمر بيها البلد كل ده يخليك في النهاية انك لازم تعمله ورش عمل وندوات تدريبية اكتر اكيد طبعا اكيد طبعا انا بقولك احنا عملنا لسه غريب عاملين في جبرتجوج ندوة هتعملوا حاجة تانية غريب هو حاليا في استعادتات وبيحضرها كان شباب أهل مصر للانتخابات في مجموعة كده جاعدين مع بعضيهم وبنحضر للانتخابات ممتاز ان اه في اه الناس هتشتغل في اه الانتخابية اه توقع الناس اه اه تفهم الناس كيف اه تخش وكيف تدلي بصواتها اه مهم وتحضر اه بالزبط صحيح كده اه عشان بقى عارف بيعمل ايه وتساعد وتساعد الدولة وتساعد الدولة في النظام الانتخابات صحيح فهو ده بس يعني ما نحددش احنا مرشح معين وكذا ما نحددش اه احنا لا بنعلمه بس يروح ويشارك ويبع ايجابي ويبسوط وعبر عن حقه الانتخابي وده استحقاق مهم جدا استحقاق التخابية اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا فده مهم يعني ده مهم ما هو جزء من حقوق الانسان ان هو يدلي بحقه في انه عبر عن رأيه يعني فده شيء مهم جدا طيب عايز اتكلم يعني اتصور كمان حتى الانجازات الرهنة في الدولة اتصورنا كمان يعني حضرتك رصيدة بعينك ايه واتكلمنا على الانجازات اللي بتحصل في اسوان او في قطاع الرأي اللي انت بتشتغل فيه قطاع الرأي مثلا محطط الرفع الاملاقة بتاع التشكة اه دي بتروي فددين كثيرا الرئيس حاليا عامل المليون ونصف المليون ونصف فدان في تشكة اه ومفيد تشكة مفيد تشكة برضو المياه بتعدي من محطط الرأي لمفيد تشكة اه وبرضو بتساعد في الرأي في شرق الأعينات يعني فيه شغلة حلوة بالذات في الرأي اه في المحور الجديد بتاع الخزان المحور الجديد بتاع الخزان الكبرى الجديد اللي حصل دي بتاع الخزان ده برضو هيقلل التوقيت والمسافة بتاعت الارحين اختصر الزمن اه صحيح اختصر الزمن صحيح طبعا وده مهم اه وعمل حقيات كثيرة مثلا الطاقة في بمبان ايو الطاقة في بمبان ومجمع جرانيت في اسوان عامل حاجات كثيرة في اسوان والسياحة برضو السياحة شغالة حلوة الرئيس ظهرنا ثلاث مرات هنا في اسوان في زيارة الرئيس السياحة بتزيد عندنا هنا في اسوان ايو صحيح وطبعا العاصمة الادارية الجديدة لعملها وقناة السويس والمزارع وفي جزب استثمارات خارجية من الصين وروسيا ودول كثيرة ايو صحيح حاجات كثيرة شغال فيها الرئيس يعني مثلا الغاز هنتكلم مثلا الغاز حقل الظهر ومصانع تسييل الغاز العامل الرئيس بتورد لنا عملة صعبة ايو فعلا فعلا صحيح صحيح يعني فيه شغل حلو كثير الرئيس عامل وانجازات جام تعملها ما تعملتش قبل كده انا احنا لو حسبنا اللي بنى مصر الحديثة كان محمد علي والعمل الجمهورية الجديدة قائد الرئيس عفتاح السيسي الانجازات اللي عاملها ما تعملتش من فترة جامدة انا لو تحسبت الكباري والمواصلات والطرق والحيات دي كلها اللي تعملت دي دي اختصار للطرق غير التطوير في السكة الحديدة وفي المتر وهات وفي القطر السريع اللي هيعملوا من القاهرة للأسوان اي صحيح وهيخش برضو على الدول الافريقية يعني حنجيبوا حيات من الدول الافريقية واستثمارات وفي واردات والكلام ده هتشتغل مواني كتير هتشتغل في حاجات كتيرها تتفتح بالنسبة للبلد بس لسه يعني برضو ما ظهرتش ايوة 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 صحيح لكن كله في السكة كله في السكة اكيد طبعا كله في السكة ههههه هتشتغل يعني فترة اللي جاية خلاص في عندك تطوير عندك في الصحة هنا أسوان دخلت في موضوع التأمين الصحي الشامل يعني دي كلها التأمين الصحي الشامل للحملة اللي عملها الرئيس بتاع فيروسي ايوة لاجل المرضى بتاع فيروسي حملات كتيرة عملت في الصحة والتأمين الصحي الشامل والعاصمة الادارية والعالمين العالمين الله مصلا على النبي اشتغلنا حلو في العالمين وظهرت الصيف اللي فاد ده حتى الرئيس كان جاعد هناك حطل شهر هناك كان في العالمين والناس كل ما اعظم حفلات اتعملت هناك في العالمين في تطوير وانجازات ساذ عبر احنا وقتنا خلص لو حاب تقول حاجة في الاخير لا تمام تمام الله يخليك شكرا انا بشكرك ساذ عبر الشلالي عضو مجلس تدارة الاتحاد النوبي ومسؤول العلاقات العامة في الكيان شباب اهل مصر ونائب رئيس جمعية ابناء النوبة دي جمعية فين عندك في الشلال لا دي في الطريق اللي خزان هنا تمسح والشلال برضو منطقة خلي بالك جغرافية جميلة فعلا منطقة جغرافية وسياحية سياحية فعلا صحيح شكرا ساذ عبر خليك زي ما انت كده معانا وبعدين نقتتم هذا اللقاء مع حضراتكم السيدات والسادة بشكر حضراتكم على حسن المتابعة بشكر زملائي الفريق التقني والهندسي والزملاء بغرفة الكنترول فالشكر موصول للزملاء امينة جمعة محمد عيد محمد عبدالراضي نجوة قاسم هدى عبدالراضي محمد عبدالصبور لهم كل التحية وكل التقدير على مجهوداتهم المتميزة كما اشكر من داخل السيد وزميل انشراح مصطفى مدير التصوير والشكر موصول للزميل عطل قاضي وايضا لزميل المخرج وائل فاروق هذه تحياتي خالد سيد النوبي من اسوار لكم الحب كله شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم